انت ما هدي بقى جزء من الدراسة انك ازاي تغش جوه شخصية وازاي تخرج ببرا الشخصية وازاي تفصل بين شخصيتك والشخصية اللي بتعملها طبعا في حاجات بتفضل موجودة في الواحد وهو بيصور لانه بيبقى مندمج جدا في الكاركتر بس يمكن لو هفتكر حاجة في المسلسل ده هي انه ظروفه قد صعبة جدا لان الكورونا كانت لسه حصلة فكنا مضطرين ان احنا بنصور فكانت الاجواء ساعدتك على التوتر اصلا توتر جدا 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 بس هي لما برجع كده بفتكر بقول ان هي ساعدت جدا جدا على المسلسل يطلع بالعطفة دي بالحالة دي هو كان فيه عطفة كده بيننا وبين بعض كلنا خايفين على بعض كلنا مهتمين بشغل بعض عايزين نخلص الشغل كان فيه هدوء في اللوكيشن رهيب بس طبعا شخصيتك كانت فيه انا اسمع كده حاجة بتقول ان الفنان الشاطر اللي هو يحتفظ بـ 30% من شخصيته الاساسية داخل كل شخصي طب اصعب موقف قبلك فعلا في تصوير يعني كان صعب المواقف اصدق في مشاهد يعني معينة بصي المشاهد اللي بيبقى فيها يعني مثلا افتكر يعني رحمه الله الاستاذ احمد خليل كان فيه مشهد بيتوقف فيه الفتوة يعني فالمشهد ده انا اتأثرت فيه جدا 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 حقيقي لان استاذ احمد خليل على مدار الشغل بيننا انا كنت بحس انه والدي فعلا وهو كان صديق عزيز جدا ليه يعني في الحقق وتباند بيني وبينه علاقة كمان في المسلسل ده بالزبت علاقة حميمة جدا وعلاقة شخصيه جدا 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 ف... لو تصدقيني انا لحد دلوقتي ما بقدارش لو المسلسل الي تعايدو وجيه المشهد ده ما بحاجة اتفرج عليها لانه بتأثر بيه جدا جدا يعني عندي سؤال كده anyway لاقيم ياun اسألي لكن لا كانстр لو تعرض عليك منصب كبير جدا في الاهلي تمسكه بس مقابل انك تاخد اجازة صغيرة من التمسيط توافق ولا لا? النادي الاهلي ده بيتي وانا بعشة الاهلي مفيش منصب اكبر من انت تبقى اهلاوي وتبقى بتحب النادي الاهلي من قلبك لو اقدر اعمل حاجة اعملها من غير مقابل من غير اي حاجة خالص فالرد على على ان انا اسيب شغلي او مهنتي عشان اعمل حاجة للنادي الاهلي انا مش محتاجة اسيب شغلي انا ممكن اعمل بوز في شغلي عشان اعمل حاجة تساعد النادي الاهلي معدهش اي مشكلة خالص يعني مفيش احدا بالكلام ده ننهي بي فقرتنا لكن لسه فقراتنا كتير خليكم معنا ما ترحوش في اي حاجة